الموجود الآن في السودان الموجود الآن أهلا بكم كلكم والتحية لأسر الشهداء الفقدوا أبنائهم في الثورة السودانية العظيمة والتحية لكل أسر الشهداء اللي فقدوا أبنائهم في الكفاهة المسلح من أول رصاص ضربت من 54 لحد الآن لحد الآن الطاريخ اللحظة أننا نتكلم به التحية لكل قوى الكفاهة المسلح والتحية لكل الشهداء الثورة السلمية اللي قام في السودان الآن وإلى الآن شغالة التحية لهؤلاء الشباب اللي همهم الأول والأخير إنهم يقدموا لهذا التراب ولهذا السودان العظيم التحية لهم كلهم أهلي الطيبين الشعب السوداني الشعب الجميل طبعا شفتوا الحاصل واللي تكلمنا فيه من بعد الثورة دا كلام برح نحن الآن دا نتكلم في حاجة تاني وفضيحة كبيرة حاصل وجبوليل كيزان دا كلهم نحن خلافنا مع القوى العرثية والقوى القديمة التغليدية ذات النمط التفكيري الواحد يختلفون يسمون الأيدولوجيات كما يسمون أشيوع بعثي ناصري كله 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 إسلامي ما عندنا بشغله لكن الصراع الزمان بتأجفها الإسلامية وبقية القوى السياسية واقتلافهم وكل الحياة دي من وكر العفاعي لعد ما تشكل القوى الإرسية دي بصناعتها المخطعة وتقديرات الخاطئة في الدولة السودانية وأنتجت لنا واقع الآن اللي نحن بنعيشه وهذا الواقع وهذا الواقع الموجود الآن اللي فيه تعدد مراكز القوى في الدولة السودانية المختلفة الآن اللي بنشوفه وبنتبطب على الجرح ونحن بنشوفه هذا الكلام خطير لكن نحن حسي حاليا دا دار نقول الكلام دا من غير مؤارض أو من غير ديس ديس أو كذب أو قلة أدب تمام؟ وقبل ما نمشي لداء الكوز إبراهيم بغال أنا دار أقول للكيزان أغرانه يعني الكيزان دا اليوم دا اللي اختلفه صفحة قلت لهم دا أرجى الكوز وده كلام قدام الشعب السوداني بقوله وأنا عندي حساسية مع الكيزان تمام ومش أنا براي الكم وعربعين مليون حتى الجنوب اللي انفصل عنده معاكم حساسية عميقة جدا جدا وبالتالي الغزارة بتاعتكم دا والبيتسوفه قلت اليوم دا التاليخ اللي أنا علقته فيه انه قلت لدى أرجى الكوز وبالفعل صادق أرجى الكوز الثورة دي لمن انتصرت هنا دا فطاه إلى تلكيزان الآن القاعدين غلف المشاهد ما قادرين يسعروا ديل كانوا حربوا حروب عميق من الدولة السودانية وكان الثورة القنبيوة الشعب السوداني ما خلى كوز رعب وخوف رعب جنرالات على رجال أعمال حقينهم على السياسينهم على الصحفيين حقينهم على كله ما في كوز بعد 2019 بعد السقوط قاعد في السودان هنا حربوا والما حرب كويس نحن يا أخي بنعرف طلاب حطين حقهم ديل حربوا إلى جمهورية مصر العربية كويس بنعرفهم معرفة شخصية وبنعرف أغلبيتهم صاحفيين القاعدين أي زول قاعد في دولة في إغليم معايد لدولة حربوا دخلوا الدول ديلك ما رجحتوا إلا الآن الزمن داك الكوز الوحيد أننا كنا بنشوفوا وبيدافع عن الكوز بيفتخر قدام الكاميرات بقول أنا أنا كوزوا أفتخروا عندك وإبراهيم بغالة إبراهيم بغالة واحد جي قال لي قال عشانو غرابي قال عشان دا كلام دا كل الشعب السوداني شافوه وبقول أليو كوز أيوا كويس طلع ووقت دا كان بدافع عنكم وعن مشروعكم دا كويس بدافع عنكم وعن مشروعكم دا وكان بدافع عنكم وأنا كلام دا قلت عن غناعة بقولو وهس حالين بقولو كوز وكان أرجى الكوز فيكم أنتو يهوداء الكام وهيد الكام ظل يدافع عن مشروع الغنازير ومشروع هؤلاء السفاك الدماء وهؤلاء الحرامية الأخطر من دا الفضيحة في صحفة العريضة في أهد الكيزان قال كوز قال يجلدوه بجريمة شنو كده ما عارب في زينة في رمضان ولي شنو ما عارب في صحفة منشيط كبير كده الآن باين هنا جايبينه ما عارب قال في مبادرة شو ما كده ما عارب دا الكلام دا بقولو هنا لكل من يهمهم الأمر لكل الشعب السوداني لكل القوى الكفاه المسلح لكل النازل أنا شوف الشيطان لو شيطان الجن الأعمر دا في الدولة دا بحقق لي رغباتي أنا وتطلعتي في الدولة أنا بقيف معه التوافق الوطني وما أدراك ما التوافق الوطني قبل أيام ظهر مبادرة الحسي ومبارح يشتغل في قاعد صداقة ولا قاعد شنو دا وكل شي سير بكم الجهرم بغال دا زاته طلع ويتكلم إنه هذه المبادرة وراه طلاب حطين وراه كيزان وراه كلام كتير وما بينجح لكن الناس اللي بحاولون دار يسوقوا الكلام دا وده تهزير للقوى السياسية ولقوى الكفاه المسلح اللي هم أصلا يتبرعوا من هذا الشي الناس جوبة الواقع دا اللي يتبرعوا منه تماما وبقول لكم برافو في الكلام دا برافو المشكلة اللي ما برافو والدار أقوله لكم إنه لا منعلم الكلام دا البرحام مشه وعيت وقال قبلنا المبادرة نائب الأول جاء عمل معتمر صحفي وقال جاء بوليو وقال سعل منو وراه ودار يعرف منو وراه ومنو الخلفه ومنو كذا معنى هذا الكلام إنه هو ما قبل بيو معنى الكلام ما قبل بيو النقطة الأهم من دا نتطلع العاطف بعيد في سفارات وفي دول فاعلة في الثورة دي ما دخلت ما حضرة المبادرة ولدعمتها النقطة الأخطر من داوة المبارح وأنا بتابع لقيت دا مشكلتنا لقيت سفير جمهورية السودان واللي شنو كذا فيه خطر اسمه منو كذا نجل سوار الدهب يعني ولد سوار الدهب سوار الدهب دا منو الكوزاك بتا منزمة الدعوة الإسلامية اللي كان قاله وقال جاب الدمغراطية ومواجهة الدمغراطية وكان أصلا كادر من كوادر حركة الإسلامية في الجيش السوداني ولده صفير في غطر دا كله كوم برا الليلة وانا بتابع في الأخبار وبتابع في الوصائل السفير الغطري يمشي لمبادرة الجات الشيخ ولمن يقابله هو دا برضو حاجة كده عمشي فكره براه إلا المادة إرلا تفكير إنه كل كوادر الكيزان وكل مخلفات الكيزان وكل كل الفلاقنا وكل كل كل الليلة كان موجودين إلاك وده القلب يقولوا الوفاق الوفاق مع منو أنا دار نعرف الوفاق مع منو الشعب السوداني دا مات وفضل الاعتصام في راسه وحصل الحبكة والقتل وكل شي في الثورة دا مات عشان شنو عشان يختلع منو وحارب عشان منو حارب عشان الوفاق إنه يجو قال المواطن أنا إحنا زاد إسم مواطن روطان دخلي نعم عندنا مشكلة فيه الأشخاص المواطن الوطني نفسهم أشخاص الكيزان دا نفسهم إنه تاني يحكموا البلد دي البلد دي مش البلد دي لو تبقى شنو كيزان دي لما يرجعوا البلد أقول لكم واضح طبعا الكيزان الآن معتمدين على المؤسسة الأمنية العسكرية الجيش أسمعوا الكلام دا كويس أنا بقوله لكم هنا دا معتمدين على الجيش وكل كوادر حطين بتعنون الإعلاميين وكذا وكذا الدعم السريع طلع من يدهم فيه ناس بقول لها لطل بالطب لا دا أنا أبديكم كلام دي زمان بيتكلم فيه والناس المتابعين هنا بقولوا أسيق برضو بقولوا لي طلع من يدهم بدأ يدعموا في الجيش اللي هو المؤسسة دي ما حقتهم الكيزان ما لسه أنا الثورة دي ما عملت حاجة الثورة دي ما نضفت شي بالمناسبة الثورة دي قامت ما نضفت شي لها دي الآن خلافنا مع ناس والدصالة ومع قوة لها حرية وتغيير إنه نفس الإقصاء ورجعونا تاني للمربع بتاع قوة الحامش والمركز وكر الأفاعدة رجعونا له تاني عشان كده دا خلافنا معاون دا خلافنا معاون استبدال تمكين بتمكين عنصري وتمكين مناطقي وتمكين إثني وتمكين أي حاجة ذاته دا دا خلافه معاون دا خلافه معاون أنا وبالفعل عشان كده وقيفتها ضدهم الآن ذاته كويس ضد الكاء لكن مش إنه أنا أقيف ضد معناه ناس قوة على حرية التغيير التاني دا وأقيف قال المساند كده لا 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 هم الإتنين أنا عندي بسميهم هم الكلب باشهم ما بيصلحوني في شي الإتنين دا ما بيصلحوني في شي كان دا حكم ولا كان دا ما حكم ما في واحد فين بيصلحني في شي واحد فين بيصلحني في شي الفلاقي ناسمو على الكلام دا تمام بيصلحني أنا في شي ما في اصلا ووفاق البيجي مع الكيزان وافراد الكيزان ما حاكمهم ولا فققوا مؤسساتهم المالية ولا مؤسساتهم الامنية ولا 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 هذه المصالحة ولا ووفاق معهم وكون يدسوا عبر عسام مختلفة داخل قوة السياسية موجودة مع الناس هذا كلام انا ما بشوفه ذاته كلام بدخل العقل نهائيا وبالتشويح بتعقوه على الحرية والتغيير وبتمطرسهم ورا عقيدتهم ورا تفكيرهم الخبيس والتفكير النخبة والفاشل وفقدهم للحركات المسلحة اللي وقعت وفقدهم ليه دي دخلت البلد ده في المعزق دي وجابت الكيزان ده بقول ثقة انه دارين يجوا تاني راجعين لكن انا بقول لكم انه المرة الفات السورة دي قامت الشعب السودان طالب بانه الكيزان انتوا يتم محاكمتكم بالقانون كويس بالقانون عايز تحاكم الشعب السوداني بالقانون لكن انتوا رفضتوا القانون وانا لو كنت في معالة كونكوس بلملم افشو بمشو بغلي الشعب السوداني ده تسارة مع قوية سار حقه ده الى ان نأتي كويس معك في مرحلة ما بعد الديمغراطية التانية كويس لانه حاكمت 30 سنة وده افتكر انه ده الكلام اللي مفترض كان يحصل في عقلاءكم والكلام ده انا بانفسي ده قلت لشباب المعتبر الوطني وشباب حيطين وغيرهم ده بعد الثورة انه يا اخي ارجعوا وراجعوا تنظيمكم وقدموا نغضي بناء لتنظيمكم دي والشغل القبلي الاسمي اللي تفش منكم ابراهيم بغال ده كويس معاكم راجعوا وتعالوا بفكر جديد بعد 10 سنة 15 سنة وقدموا احتزار وتبرعوا واتبرعوا من الافعال الاملوناس شيق اللي اسماء معاما طاهل كوز وغيرهم 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 اللي بتعمون بيه ده لكن ونزع لكرتوا كل الجماعة ده لكن انتوا رفضتوا الكلام ده الان الجماعة دي جايين وانتوا اعلاميكم وجماعتكم الطيبين ده اللي بحاولين يا اخو الله خلاص على الواتحي ده وبعد التقسيم الحصل وبعد الشرخة الاجتماعي اللي حصل وبعد الشعر عمل قوى حرية تغيير بيقصائوا للناس وبعد الكطابات كنوا عملتوا وبعد الحاجات اللي حصل والصراعات القبلية وكله كله كله اللي حصل في الدولة السودانية والصراعات دي كلها انه والله يا اخي ممكن ده دسنا هتلاعنا الفرصة انه يا اخو الله برحان ده ممكن ان احنا نحكم ابرو البلد ده ونحكم اقول لكم الكلام ده ما بحصل الكلام ده ما بحصل وكلامي ده بقوله لكل الناس ناس موسع هلال ناس منو القاعدين هناك مريتوا بيتجربة ده وانت شخصيا كلام ده بقول لشيق موسع هلال مريت بيتجربة ده وقلت بلسانك وحصل صدام بينك وبين اخوك في دارفور وحصل وحصل وصار دماء في بيناتكم وده كان ضرب الحجر بين الحجر ونحنا نعلم تماما والشيق خلالنا نقول الكلام ده انا شخصيا في الميديا ده متابع تماما في وصال الاعلام تماما وعارف تمام خرافة الاعلامية بتاع الكيدان القاعد بيحاول انه يأجج الصراعات وبيحاول انه الان هي ابتدعم في الجيش كويس معك وجوزه منهم بيهاجب في الدعم السريع وده كله من منظور اسني منظور بحث دوافع زمان كان بيشوفوه بطل والان بيشوفوه خلال وبيشوفوه كذا ودريد هذه المنظومة ورفص الاسنية بتاعتهم ده يغلب على الجيش ده الاسنية المكونات اللي انتو بتقرؤون والكلام الكثير ده انا رسالتي الأسي بقوله ده بقوله لشقين الشقة الاول الشعب السودان والشقة التانية هو الكفاهة المسلح الموجودة الآن والشقة الرابعة الآن دار اقوله